شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تم تقصيص الاجتماع لبحث مستجدات القضية الفلسطينية حيث أشهد وزير الخارجية بحرص الجانب الياباني على تنسيق والتشاور مع مصر والأردن في إطار آلية التشاور الثلاثي حول مستجدات القضية الفلسطينية معربا عن تقدير مصر للموقف الياباني الداعم لحل الدولتين وأكد عبدالعطي ضرورة التوصل لاتفاق الوقف إطلاق النار في غزة وفتح كافة المعابر معها والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق منددا بالنهجي الإسرائيلي المتعنت